أكثر من خمسة وخمسين عاما قضاها وفد إيراني في الكويت عصر خلالها العديد من الواقع والأحداث التي مرت بها الدولة وكان شاهدا أيضا على زمن التعامل بالربية بالإضافة إلى معايشته للكثير من الأحداث التاريخية في مسيرة تطور سوق العمل الكويتية نتعرف على المزيد من التفاصيل في تقرير خالد الفارس يقضي أكثر من نصف يومه واقفا في السوق ينتظر من يناديه كي يحمل له أغراضه التي اشتراها ثم يقدم له أجرته وفي بعض الأحيان يناديه أصحاب المحلات ليقوم بتوصيل الأمتع إلى أمكنة أخرى ثم يعود ليقف في زاوية من السوق بانتظار من يناديه كل ذلك لتأمين حياة كريمة لأسرته في البلاد التي قدم منها أشتغل ني مشان أولاد دهد فلوس مشان شاهدت مشان هادو مشان هادو مشان هادوشتغل ننسان أنا لن سبعين سنة عمري لازم مشتغل آمشتغل سوى أولاد زغير و كل شيء و غاق أمي بعد أمي في علا رحمو رجول ما فيه اتنين رجول ما فيه أنا أمسكو الله ما فيشتغل سوى أربع خمسة اخت موجود أولا سبع بناد بد منسطة موجود أولا شتغل داخل مينا شوهخ مينا جمع قصر سيفيني كويت داخل دوبه شتغل داخل لنجات شتغل هاي شکل أولا أول تلاد میت کلو أربع میت کلو تلاد میت کلو شيلو كل شيء أول ما كو کرن ما كو شيء أبدا أنا جا داخل كويت كل يعرفني أنا كم سنوات هنا يعرفني يعرفني شغولة يعرف شيء ما كو شيء أبدا يعطي ألف دينار مشان أنا أنا هسيد الرجم مشان هو أيهاش أنا خمسة خمسين سنة داخل كويت أكل أي شزاء الحمد لله أرب العالمين جاء إلى الكويت في عهد أميرها العاشر وهو الراحل الشيخ أحمد الجابر وعمل في أماكن مختلفة وبعملات مختلفة وعاصرت كثير من المجريات والمتغيرات والتطورات التي شهدتها الكويت ومنها الغزو العراقي الشيخ أحمد جابر أول شيخ الأنجي كويت بحر إجي ما بدون جواز بدون شيخ الأنجي داخل كويت ما بي جواز بعدين خود جواز خود شيخ الأنجي رو و إجي والحمد لله كل شيء تمام حد خمسة خمسين سنة داخل كويت أنا می عرف مخبر می عرف مكان می عرف شيخ سيد رو سيد إجي بالحمد لله ورغم الشقاء الذي يعيشه هذا العامل إلا أن حب هذه الأرض وشعبها يظهر على علامات وجهه المليئة بالتعب قبل أن ينطق بها لسانه خالد الفارس الرأي